السيد سامح شكري وزير خارجية اجرى محادثة تليفونية مع السيد بيكا هافستو ده وزير خارجية فنلندا اللي هو يعني دوره مبعوث الاتحاد الاوروبي لتباحث مع الاطراف التلاتة اثيوبيا ومصر والسودان فيما خص مشكلة سد النهضة بالاضافة الى بحثه مشكلة الحدود بين الخرطوم وقريصة بابا راح السودان قعد مع السيد عبدالفتاح المرهان ومع الدكتور عبدالله الحمدوك وقعد مع وزيرة الخارجية السودانية وراح أثيوبي قابل أبي أحمد ورجع الى الاتحاد الاوروبي كان عنده حالة احباط من اللي سامعه واجرى النهاردة مباحثات عبر التليفون مع السيد سامح شكري اللي أكد بشكل واضح السيد سامح شكري قال له احنا نتطلع الى عودة مصارات التفاوض لكن بشكل واضح جدا سامح شكري ما بيهزارش ايه؟ الوصول ضرورة التواصل لاتفاق قانوني فني ملزم لكل الأطراف احنا عايزين نرجع المفاوضات لكن اهو ضرورة التواصل لاتفاق قانوني ملزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من المل ده مين اللي بيقول السيد سامح شكري لمين؟ لمبعوث الاتحاد الأوروبي اللي هو بالمناسبة وزير خارجية فنلندا اكد انه مصر دولة بتمدي ايدها بالسلام لكن على اسس قانونية واسس من القانون الدولي طبق احنا مش عايزين بدعي من القول ولا عايزين يعني نعمل نستحدث امر يعني مش في القانون احنا بس مصرين وقادرين بالمناسبة ان احنا نحمي قرارنا الوطني ونحمي مصالحنا الوطنية ونحمي امننا القومي خاصة الامن المائي ده طبعا سيد سامح شكري قال بنتطلع الى مفاوضات بشكل مختلف تحت رئاسة الاتحاد الافريقي في دورته الجديدة اللي هو تحت الكنغو الديمقراطية ومتعشمين ومتفائلين ان يكون الوقت الحالي افضل من الوقت المنصرم اللي احنا نمر سبع شهور دون ان نصل الى اي حلول ناجعة تمكن الدول الثلاثة من العيش العيش في سلام وتؤكد على حقوق كل دولة من الدول في امنها المائي